السلام عليكم. هلو و اهلا بك في العرس جديد من دروس تعلم الألمانية البي اينس. النهاردة انا عايزك تتكلم عن بتاعك. اوز بلدونج يا جماعة زي ما تشايف كده اوز بلدونج يعني الدراسة بتاعتك. طبعا هو هنا طبعا خد المنحة الألماني. الألماني يا جماعة لازم تفهم ايه هي الشهادات اللي انت ممكن تدرسها في المانيا. او هي ايه هي مسارات الدراسة اللي انت ممكن تاخدها في المانيا. حاجة اوز بلدونج يعني. طبعا كلمة تدريب مهني دي عندنا في العالم العربي سمعتها سيئة. ماشي لان هي بيعتبر اللي هي خماصة مثلا ثلاث سنين بعد الاعدادية. ويقول لك تدريب مهني هو ولا يكون تعلم اي حاجة. لا يا جماعة. في المانيا في ان انت عندك مصار دراسي. انت مبتوصلش في لي الثانية والعامة يعني ما بتاخدش 12 او 13 سنة تعليم. لان انت بتاخد عشرة بس. ماشي يعني عشرة يعني عندنا الاعدادية بيكون قضية تسعة. هناك بيكون قضية عشرة سنين تاخد رئاءة الابشلوس. وبعد كده عندك الاختيار ان انت تعمل حاجة اسمها اوز بلدونج. يعني تدريب مهني مكون من اربع سنين. بتروح فيهم ثلاث يام في الاسبوع. للمصنع للشركة للبنك. وبتروح يومين بس المدرسة. تدرس فيها الكيميا والفيزياء والرياضيات والعلماني وهكذا. بس ثلاث يام دول يعني مسلا نفترض ان انت دلوقتي هتعمل كميكانيكي سيارات في شركة مارسيدس. بعد هتروح هناك هتشتغل جنب زميلك القديم اللي بقى له عشرين سنة هيعلمك. ها وتاخد ثلاث يام معاه ويومين بتروح المدرسة تاخد المواد النظرية. هو ده المصار. طبعا المصار ده مش 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 الميكانيكية او الحاجات الفنية بس. ها لا انت ممكن تستغل موظف بانكي. بانك أو فراو بانك أوف من. فانت بتروح البنك. بتتعلم كل حاجة. لكن المودرة والاداريين الكوبار دول دول لازم يكونوا درس واقتصاد. ماشي. هوتيل. هوتيل فاخ فراوف. هوتيل فاخ مان. بيعلمك بقى في الهوتيل على كل الاقسام بيدورك كده في الاربع سنين دول بيدورك في كل الاقسام. الحاجة الثانية ان انت تعمل ابتورة يعني الثانوية العامة وانك تدرس في الجامعة. وانك تدرس ايه في الجامعة طبعا. وتاخد باتشلر بعد ثلاث سنين وتاخد ماستر بعد خمس سنين وبعد كان ممكن تعمل بي اتش دي الدكتوراه. طيب ماين اوز بلدون هنا بقى اوز بلدون يعني المعنى الثاني لها ان هي دراستي عموما. باشي يبع لها معنى تدريب مهني. او اوز بلدون ايه اه هنا طبعا انت عايزك تتكلم عن نفسك اه سواء كانت دراست دراست دراسة مهنية او دراسة اكاديمية في الجامعة. هاقولي حصول ايه همبوغ مدزين شارع 1990 ح�رجح vague عامور حصول Tool من أكتر، ف Wellington واما، بنرا� بارلدون أنا هو في هذا المال ، فأولمت أنقتم المفصلة في المنشن وعملت خالفة في أميونج مالقا ومع أميّ 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 وفعري رائع صعب مغثير الاهتمام جيد كان عملي قوي عملي جدا كان نظري قوي كنا 100 طالب مشتودين السنة الدراسية كنا كل سنة كنا 150 طالب اكتب الى بدك 15 اللي يعمل اوزبالدن يسمو ايه ليرلين او اوزبالدن اوزبالدن يبقى في الاوزبالدن اسمه ليرلين واللي يتعلم اوزبالدن اسمه ليرلين اقام اسمه شتودين والسان الدراس اسمه شتودين دي امفانج جوية البداية كانت صعبة جماع او نشت زوشبية كنت كثيرا في المكتبة كنت كثيرا في المكتبة كنت كثيرا في المكتبة كان عندنا فيل او نور فينيجي فورلزنجن كان عندنا محاضرات قليلة زمينار الدوائر محاضرات اللي بتبقى عن طاق ضيق براكتش برويكت المشروعات العملية اللي براكتش برويكتش برويكتش جميع من المكتبة نعم الكثيرا في المكتبة من المكتبة او نعم كنا دائما نعمل محادثات أو حوارات مع البروفيسورية أو المعيدين أو الأسادة ذكرت كثير أو ما ذكرتش أو درست أو ما درستش أو جريت أو ما جريت كانت تعديراتي او علاماتي جيدة او لم تكن جيدة ما دفعتش رسوم دراسية او 10.000 ايرو هذا بعد الوقت المطلوب منك انك تتكلم عن نفسك طبعا في البرفكت سامنت شايف كده انك تتكلم على ايه حاجة درستها لو كنت لسه طالب خليها في المضارع وكتب لي انت بتعمل ايه شكرك وشكرك في فيديو جديد تشوز